من بيت قيافة أخذوا يسوع الجدير بالذكر وهم عم بحاكموا يسوع تمت نبوة المسيح أنه فعلا صاحب ديك وبطرس اللي كان بيدفع على النار برة يعني تذكر كلام يسوع المسيح لأنه أنكر الرب يسوع ثلاث مرات أخذوا يسوع من بيت قيافة إلى دار الولاية اللي هي تسمى قلعة أنطونيا وهناك أحبائي وقف يسوع ليحاكم أمام بيلاطوس بيلاطوس يعني دخلوا دار الولاية في الساحة من برة ليه؟ لألا يتنجسوا لأنه إذا فاتوا جوا يمكن يكون فيه خبز أو كده خمير بيتنجسوا أوليس عجبا أحبائي مش عاوزين يتنجسوا بخمير لكن قلوبهم مليانة دم وقتل وفسق بيقتلوا دم بريء بيلاطوس عشان يصل لهذا المنصب بيكون قتل آلاف من الناس وفاهم بيلاطوس أنه بسبب الغيرة بسبب الحسد أسلموا الرب يسوع المسيح قال لا أجد علا حاول بجهده مع أنه بيلاطوس ما بهمش أنه يقتل أي إنسان خلي بالك اليهود إلهم شكاية على بيلاطوس بيلاطوس حكم من سنة 26 ل36 ميلادي 36 ميلادي أقالت الحكومة الرومانية وبعدين انتحر وزوجته آمنت بيسوع المسيح وفي نفس الوقت أقالت الحكومة الرومانية رئيس الكهنة اللي هو قيافة فإذا بيلاطوس يعني شايف أنه المسيح ما فيش أي علة أعطاهم الفرصة قال أنا أجلده وأطلقه الجلد الروماني أحبائي جلد صعب جدا فيش إنسان بتحمله كتير ناس بتموت تحت الجلد الروماني الجلد الروماني هو عبارة عن صوت في نهاية الصوت في قطع من المعدن حادي أو عظم حاد ولما كان الشخص بيعره الجسد وبيربطه الشخص على عمود علو حوالي 100 متر متر و20 سانتي وبيربطه إيديه فالجسد بيكون يعني مسترسل فبيكون يعني ضهره بطنه مبين للجلد فلما بيدرب الجلد هذه القطع بتغرز وبتفجر الشريين والأنسجي اللي في الجسد واللحم وكما قال الشعياء النبي لا صورة له ولا جمال فننظر إليه فنشتهيه اتشوه طبعا كل الليل كانوا بيدربوا فيه مكتوب لما كان في بيت قيافة برضو جلدو جلد يهودي وبردو مكتوب كانوا يلطمونه اللطم يعني الكف تخيل هاي أحقر أنواع الضرب اللي هو بالكف وكانوا يلكمونه أيضا اللكمة اللي هي طبعا الضربة اللكمة واللكم أحبائي بشوه الجسم فإذا نتخيل كم العذاب فبيلاتوس برضو كمل في الجل بعدين أعطى كمان شيء تاني قال طيب أنا تعودت أن أطلق أسير بالعيد صور طلبوا قاتل ولس اللي هو برقاه بس وقالوا عن يسوع اصلبه بلاتوس متحفز من اليهود واليهود عارفين شخصية بلاتوس الشرسي لما دخل بلاتوس دخل مع النصر الروماني إلى منطقة الهيكل وطبعا دارت يعني زي ثورة واشتكوا عليه للرومان ومرتاني لما بلاتوس في لوقة 13 مكتوب خلط ذبائح اليهود بدم الجلليين بذبائحهم فهدول الحادستين كانوا معروفين لليهود فطبعا ممكن يشتكوا على على بلاتوس ويطرد من وظيفته فهنا مسكين عليه ممسك وبنفس الوقت بلاتوس كان بيكره اليهود يعني مش عاوز يمشي ارادتهم قالوا نحكموا انتوا بحسب ناموسكو قالوا احنا ما فينا نحكم بالموت هذا من اختصاص الرومان وهم لا يعلمون عن بتمموا مشيئة الاب وارادة الرب بعدين كمان في اشي اصعب مش بس اليهود الصياحه من الخارج الضمير الداخلي زوجته شافت حلم قالت له انا تقلمت من اجل هذا اياك وهذا البار تقلمت كتير حاول كل المحاولات اخيرا احبائي جاب طوشة مي طاصة مي وغسل ايدي وقال اليهود انا بريء من دم هذا الصديق قالوا دمه علينا وعلى اولادنا وفعلا حكم بصلب يسوع المسيح تخيلوا احبائي هذه المحاكمات خلي بالك هو بلاطوس بحاكم لما سمع انه يسوع من ولاية الجليل بعته لهيرودوس انتباس برضو هيرودوس كان بينتظر معجزة واحتقر يسوع رجعوا لبلاطوس كل هذا في يوم واحد احبائي رجع لبلاطوس وكل هاي الاحداث اللي دارت والجلد احبائي اخيرا حكم على يسوع المسيح بالموت كل هذا لاجلك ولاجلي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة